السلام عليكم عكس توقعات تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن اليوم ارتفعت على رغم من تراجع أسعار الأعلاف بسبب زيادة الطلب مع اقتراب شهر الرمضان 2024 وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن ستشهد تراجعا خلال الفترة القليلة المقبلة وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 92 و 93 جنيها للكلو وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوت وصعود الفترة الماضية بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا منذ نهاية الشهر الماضي وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا مفاجئا خلال الفترة الماضية حيث سجل سعر ارتفاعا بأكثر من 25 جنيها تقريبا مقارنة بأسعار الشهر الماضي وأكد ثاروت الزيني نائب الرئيس اتحاد منتج الدواجن أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة لدينا ابتفاء ذاتي من الدواجن والبيض وقال ثاروت الزيني في تصريحات تلفزيونية إن لدينا ابتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض وتابع نائب الرئيس اتحاد منتج الدواجن أن 75 في المئة من الأعلى في الدواجن مرتبطة بالنقد الأجنبي مؤكدا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار وعن سعر الدواجن اليوم الأحد الثالث ثلاثة 2024 فسجلت نحو 92 جنيها للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء 105 جنيها للدواجن الساسوي 120 جنيهات للدواجن البلدي أسعار الدواجن والبيض ويقدم موقع صد البلد لإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في مصر في المزارع والأسواق سعر الدواجن اليوم وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 92.93 جنيها للكيلو على حسب بعض المزرعة عن الأسواق أسعار الأعلاف تراجعت أسعار الأعلاف بنحو 2000 جنيه فيما تراجع سعر الذرة وصوية بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد أسعار الأعلاف ترواح سعر الطن بين 24 و 26 ألف جنيه أسعار الذرة وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه وسجل سعر الصوية اليوم 29 ألف جنيه سعر البيض اليوم ترواح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 145 و 155 جنيها للطبق وسجل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 155 جنيها وسجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوح بين 165 و 170 جنيها سعر الدواجن للمستهلك ويقدم موقع صد البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدميات التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلاع والخدمات حيث تروحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 98 و 100 جنيها للكيلو الواحد وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم